اهلا بحضراتكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا التاريخ الكبير اللي حققه نجم حلقة الليلة كابتن سعيد الشيشيني على فكرة سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ده اخوه الصغير وحتشوفته في الصور وحتنتكلم لسه حاجاتك تداول اه برا كده اكتباعم يا كابتن كله تمام كله تمام الحمد صحبونه الحمد لله مية مية الحمد لله بدأت كرة فين انت بتقولي انا لعبت عشرين سنة اثنين وعشرين سنة كمان طب انت لعبت بدأت كرة بتسنك كم سنة بص يا كابتن يعني لو قلتلك اغرب قصة لاعب ما احنا عاوزين الحاجات دي تتقال اغرب قصة لاعب كرة في مصر قول وقصة مفروض انا مش حاولته درس يعني اللي ان انا يعني لا لا انت دحقك اه لا يا كابتن يعني انما حياتي مرت بظروف غريبة اولا انا كنت بالعب في الترسانة كان عندي عشرين سنة هي سنة واحدة لا انت بدأت كرة وانت صغير كم سنة لا انا لعبت شراب كرة شراب كرة شراب لحد عشرين سنة كنت بتلعب فين حي ايه في متعوبة متعوبة اه انت قصر من متعوبة من متعوبة اه جن بنال الترسانة على طول مباشرين شارع ودي النيل اللي هو ايه كنتم تلعب بقى في فرقة ليك وكلام نال اه فرقة كبيرة وكنا بنلف كل مصر وحاجة زي كده وفرقة معروفة فرقة متعوبة معروفة هل قلنا كده النجوم كان بتلعب معك كان في توبة كان في محمود سالم اللي هو عم جمل سالم اه ده كان حكاية بصراحة والله اه والله وكان فيه كرم ومحمود وعزة داعبس ومحمد الخضري اه وكتنا الغريبة بقى كنت بقى في لونجون يا اه اه بس كنت بعد كده بقى يعني دي الفرقة الكبيرة اه انا كنت عامل فرقة بقى لي انا ليك انت اه وكنت بلعب بيها بقى اه لما مع الكبار كنت بقى في لونجون اه فاعدت العب كان سنة كم سنة يا سعيد لأ انا بدأت من عندي مسلا نقول ست سنين سبع سنين ست سنين سبع سنين اه كنت ابدأ من اول الصبح الاخر النهار ألعب كرة شراب وانت هتلعب كرة شراب كده فكرت في يوم الهام انت طبعا متعوبة قريب من نادي الزمالك ونادي الترسانة لا يا كبت ما كانش في الدماغي خالص خالص اه انا كنت بشجع بس اروح اتفرج وكنا بننط من الصور عشان نتفرج متشغط الاهلي والزمالك اللي ان انا جنبه طبع كنت بتلف بقى الاحياء ألف الاحياء بقى كرة الشراب اه 20 سنة وما فكرش بقى خالص خالص جالي واحد صاحبي قال لي بقولك ايه ما تيجي نلعب في الترسانة دبيد صاحبك ده فمانا يسعب مطبعة جنبي اه اه قال لنا يا صاحبي بعمل لهم شغل في نادي الترسانة شغل مطبعات وحاجات زي كده وكلمت الله يرحمه انا هقول الله يرحمه كتير ما لك وانا الله يرحمه جميعا الليسي سيد احمد اه كان العميدي اللي فساها طبع قالوا عندي ابن اختي بيلعب كورة وحاجات زي كده كان ساعتها بقى اه الناس العظام كابتن كوكو زمان في الترسانة اه 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 قال لي روح له اتخضيت لما روح الترسانة اه طبعا معرفش حتى ما عنديش لبس كورة اروح الترسانة بايه بتلعب بالكوتشي بتاع باتها بتاع الزمان ده بتلعب بالكوتشي عالي اللي هو بحضاشر قرشي ده ده نكنا بنجيبه من الاسعاف وبتلعب على الاسفل وعلى الاسفل لا ده انا كنت بالعب حافي حافي كمان اه ما ليه تبلعب حافي وبعد كده يعني لبست الكورة الشراب اديتك سيخة في نفسك وديتك مهارة فردية بعد كده اه بعد كده لا ده ده كنت حاجة تانية خلصة جبت لا انا شهرتك كانت يعني على مستوى عالي حظيني وعنش عليك سعيدة الشراب اه لا فكورة الشراب انما الكورة كبيرة ما حدش يعرفني لأ ما حدش يعرفك انت انت محقق الجزاء لأ وقتها يا كبير اه اه طبعا انت لسه ما فكرتش بقى لأ ما فكرش خلص لما قالك بكرة انت رايح نادي الترسانة اه وانت بتلعب بقى في الاحياء كده وبتلف في الكورة الشراب ايه اللي ضار في زهنك ساعتها اللي ضار في زهني ان انا كان عندي ماتش الساعة خامسة الماتش الشراب لأ ماتش الشراب اه اه عايز اروح النادي وارجع اه يعني ايه الكورة الكبيرة يعني اه مش في دماغي خالص ولا في دماغي ولا ولا حتى فكرت فيها اساسا اه فطبعا لما روحت هناك لا يعني ايه الناس يعني اعجبت كابتن حنف ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه اه اه قال لي تعال يا ابن انت بتلعب قلتولي انا اول مرة رعب كرة كبيرة طيب لما لعبت كرة كبيرة كنت بتلعب بكوتش يوهلا بجذبة كرة لا بجابولي جزمة جابولي جزمة كنت بستغرب بها اول مرة طبعا طبعا يعني ديه كت كت غريبة علي وانما هو شاب فيها المهارة شوي اه قالك بعد كده انا هزبطه بقى نعم فحتى يعني لما جيت اجيب جزمة كرة انا مش في دماغي جزمة كرة نزلت عند محل في اماد الدين جبت جزمة لان احنا رجلنا بتجبر اه فجبت جزمة ساعتها كانت رجلي 41 جبت جزمة 43 قلت عشان لو رجلي كبرت هتنفعني سنتين 3 حط فيها بقى قطن وحط فيها بقى كابتن مش في دماغي بقى فالمهم ايه الجزمة وانا بقى ألعب بوزها عملكت اجشوت تلاقي الجزمة رجعت الجزمة رجعت الجزمة رجعت الكرة ورا اه فطبعا خدت فيها فترة وبعدين جابولي بقى جزمة ومع مرور الوقت بقى في الترسنة لما ظهرت كويس قوي امتى ظهرت في الترسنة بعد كم شهر ولا بعد كم سنة بعد حوالي شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة وتشاء الظروف بقى وانا في الفترة دي جالي تجنيد الجيش طيب وانت في نادي الترسنة انت بتشوف مين ومين الاجيال بتاع نادي الترسنة اللي بتلعب وانت بتشوفها قدام عينيك يا كابتن ده انا اتمرنت معهم كمان مع مين كابتن الشازلي ومصطفى رياض ومحمود حسن ومحمود عوض ورقفة مكي وحسن علي وحسن علي كل دول يعني ما كنت بلعب معهم بقى يعني لعبت معهم وانت مرنت معهم بس كنت مع فريقتي بقى الواحد وعشرين موسيقى